محطة حاسمة للمبعوث الأممي إلى اليمن إنها عدن العاصمة المؤقتة حيث مقر إقامة الرئيس وحكومته الشرعية في إطار مساعه الجديدة لإحياء مسار السلام دشن المبعوث الأممي جولته الجديدة في الرياض التي لم ترشح أي معلومات عن طبيعة اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين السعوديين والمستويات القيادية التي التقى بها عدا لقائه بأمين عام مجلس التعاون الخليجي وسفراء الدول الثماني عشرة الدوحة كانت محطته الثانية ثم مسقط التي قال ولد الشيخ إنها أكدت دعمها لمقترحات الأمم المتحدة ومتابعة الجهود مع الأطراف لإنهاء النزاع في اليمن المحطة الرابعة والحاسمة عدن حيث تنتظر المبعوث الأممي ساعات صعبة على ما يبدو إذا لم تستوعب خطته ملاحظات الحكومة وإذا لم يعد هو والأمم المتحدة إلى حدود دورهم المفترض في إنهاء الانقلاب وليس في شق مسار تفاوضي بمرجعية جديدة وفقا لبعض المراقبين مصادر قريبة من الحكومة اليمنية أفادت بأن المبعوث الأممي يحمل بالفعل تصور جديدا لحل الأزمة يوافق التعديلات التي أكد عليها الرئيس هادي ويتفق في الوقت ذاته مع الرؤية التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لكن كيري الوزير الأمريكي الأكثر حماسا لتمرير هذه الخطة قبل التعديل وليس فقط بعد التعديل يغادر الخارجية بعد أيام قليلة فيما لم تتضح بعد معالم السياسة الأمريكية الجديدة وعما إذا كان المبعوث الأممي وخطته سيحضيان بالقدر ذاته من الدعم والتأييد من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة خطة معدلة إذن لكن مخاوف المراقبين لا تزال على حالها حيال إصرار الأمم المتحدة على أنجاز حل يبنى على التطورات الميدانية التي أحدثها الإنقلابيون بصفتها أمر واقع فيما يمثل مكافأة مفضوحة لا يتحملها اليمنيون الذين تكبدوا عن الحرب والموت والتشريد